اشتركوا في القناة بحث عن الوسائل المطلوبة المزيد تقريب أولاد النادي لمدية المساعدة والالتفاف حول الجمعية في ظل تواصل سلسلة النتائج الإيجابية إن شاء الله ديما نحاولوا كيفاش نقربوا أولاد النادي ونحاولوا بشعوروا ناديهم كل واحد من بلاستو واللجنة هذه معتها اللجنة الفنية هذه معتها عندها خدمة كبيرة يسر تجم تخدمها بالتنسيق مع المدير رياضي بالتنسيق مع الممرن حاشته احتياجاته كذا وإن شاء الله نوفقه إن شاء الله ممتازة فيها الأجيال الكل فيها وجوه معروفة في النادي رياضي السياقسي وإن شاء الله ديما نقدم القدية إن شاء الله مجموعة متجنسة في اللجنة ضمت الملعبية لقدم وأصحاب الخبرة تقوم بمجهودات كبيرة في تدارس القرارات والأفكار ومنقشتها مع إدارة النادي اللجنة الفنية معناتها قامت بدور كبير ومازالت تقوم بدور أكبر إن شاء الله مستقبلا للفريط النادي رياضي السياقسي اللي هو نادينا العريق اللجنة هذه معناتها كانت حاضرة ومتواجدة وقت الناس الكل بعدت عن نادي ووقت اللي في أشد الأزمات والناس الكل معناتها غادرت وبعدت على الفريق ولقات شكون ولقات قدماء اللاعبين لأغلبيتهم في اللجنة الفنية وقمنا بالواجب وهذه لا شكر على واجب وهذه معناتها النادي هو نادينا أعطانا الكثير أقل حاجة ناس أحنا محناش مقابل الناس متطوعين باش نخدم مجمعيتنا والحمد لله توفقنا معناتها باش خدمنا النادي وعملنا انتدابات اللي نجحنا في أكثرتها وممكن في بعض الأحيان من جحناش هذذه معناتها في المجمل معناتها نجم وقوله نجاح مية في المية بالنسبة للنادينا إن شاء الله وإن شاء الله هذه الاجتماعات قاعدة تتكرر ونشوفه كل ما هي حاجة صالحة نادينا إلا ما نبلغوا معناتها الهيئة المديرة والهيئة المديرة معناتها مشكورة المركات الشتوي على الأبواب والمسؤولية بدأت تكبر قاعدين نحضروا في معناتها عنا أسماء قاعدين نحضروا باش نجيبوا لاعبين على خطرش البطولة طويلة ياسر وزيد البشري قد ما يكون عنا لاعبين وزيد بشري كبير إلا ما يكون الفريق تاني إن شاء الله قوي الحديث كان على إمكانية مزيد تطعيم الزيد البشري في الفترة القادمة لتوفير الإختيارات الفنية وأسبل النجاح وموصلت أسلسلة الوردية لا خوف عن نادي السفاقسي نادي السفاقسي بخير وندل على شيء هي النتائج هذه وما نزمناش نغلطه في أنفسنا لكن هذا هي نادي السفاقسي للوجه الحقيقي واللي ما زال يبشر بخير إن شاء الله ونقول لهم باستقبل نادي بخير 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 إن شاء الله اتمكنت فتيات النادي رياضي السفاقسي في البسكات انها رسبت من تحقيق الفوز الأول في أولى جوالات البطول على حساب نادي شرطة المرور بنتيجة 61-34 هاتنا نرجع للمباراة اللي بداها زميلات سلمة مناصرية بقوة وخذاوة الأسبقية منذ دقائق الفترة الأولى اللي غلب عليها الحذر من الجهتين وكانت تسابق وتلاحق على مستوى نتيجة ولكن التركيز تحت السلة كان واضح من لعبيات السي أساس اللي خرجوا بالربع الأول بنتيجة 14 مقابل حتيش الربع الثاني كان إصرار واضح من زميلات ثورية العدسي للخروج بنقاط الشوط الأول قبلته بداية الانهيار البدني لمنعبيات نادي شرطة المرور أسبقية واضحة منذ دقائق الأولى ويوفى الشوط الأول بأسبقية 7 نقاط وبنتيجة 25-18 بعد فترة الراحة ما تبدل شيء الربع الثالث كانت السيطرة لبنات أنيس البقلوتي اللي أحكموا انتشارهم في الميدان الاعتماد على الثنائيات والتزديد من خارج المنطقة بشتوفوا الفترة الثالثة عن نتيجة 40 مقابل 29 الربع الأخير بدأوا كأنه بنات الفريق الضيف رماو المنديل قابلته جاهزية بدنية لبنات السي أساس واليخذوا فرق كبير في السكور مع الفترة الأخرى بشتوفوا المقابلة من نتيجة 61 مقابل 34 أول مباراة في الموسم مازلنا نعدل في الأوتار كما قالوا معناها ماتشلو الماشتين الماشتين اللي ثرو ديما مازلنا نشارش نورو بير كما تعرف أنت بعودة سلمة من نصرية كبارك الله ومثال ماشي ترانجير اللي كانت تحت الفانو تهز علينا كل شيء دونك بالنسبة لنا عنا قاعدين نحاولو نشوف نلعبنا المباراة اليوم من اللي بدين أكشوف تالنتام ديما ما كانش في مستوى نادي سفيقسي وكما مستوى الكار اللي كما نبيه المباراة أما بعض دونترطان ملاعبية ورونترنرة بتي تابتي قاعدوا يصلحوا وشوفتوا أنتم لكار وفي ريام الزير بدأ دو بوان تروى بوان ينوصل لبريسك ترانة بوان رونخة موكيت شاعتي ترويت هدافنا إن شاء الله دبلاء الموسم هدافنا منخصروا حتى مباراة في الفازة هذه وإن شاء الله ربي وفقناه وزدم الهداف متاعنا أن نحاولو نلعب أكثر ما يمكن ونلاعبات نادرة اسفاقسي للمستقبل ونشوفوه ونعنا نقاص نخدموا في المستوى هداك باش نادرة اسفاقسي ونبديش العام جاي عندو ثغيرات في بوست ولا في دي بوست كيما شفنا اللقاء اليوم لكان صعيب لكان سير في الأول هكتشوف معناها اللقاء مش برشا مي حمدول الله يا ربي عنا الإكسبرينس وعنا الطموح متاع ببناية الصغار عرفنا كيفاش نتمشيه مع الماتش متاعنا انا شفت اللي في البوليسية فما عامل الفيزيك هو اللي خان حمدول الله احنا عنا طوى شهر نخدمه التعب متاعنا ممشيش اخسارة اول ماتش في السيزان بيانشيخ كيبدا بفيكتوار دونك فيها خطوة كبيرة للقدام هزين البطولة مي سنا بقدة ربي ان شاء الله يكون الدوبلي ان شاء الله ربي معانا ونكملوها كيك ان شاء الله وصل شبين النادريا ذي سفيقسي تألقهم في سباق البطولة بجاني النقاط في كل مقابلة والزحف رويدا رويدا في اتجاه مرحلة البلايوف انتصار مهم ولي اهم منه الابليكاسيون متاع الوليد احنا قاعدين نحضروا في الفازة ذي نحضروا باش نتعدىوا للفازة متاع البلايوف بكل القوة متاعنا نعرفوا لي ليزاد فرسير هذو ما ممكن يقلقونا ويسكروا اللعب اكثر نحاولوا دينا باش نعطيوا لي سوليسيون باش نقاوروا احنا في البلايوف حاضرين كما يجب في صنف الاواسط واصلوا لولاد تألقهم وكانت الكونفرمسيون تاعم المردود الممتاز اللي خرجوا به في الجولة الفارطة ضد نجم المتلوي بنتيجة 4-1 لما استقبلوا فريق المنعب القيبسي على ارضية اللكان سان سرمون حب نشكر اليوم على الاولاد متاعي على الراند موه اللي قاموا به وعلى الديسبلين وعلى الورغانيزاسيون ظهروا لي بارشا ولاد عندهم مستقبل نستنىوا منهم احنا خدمتنا الهنا باش نحاولوا نطوروهم ونطلعوهم من البلايوف اكثر وهذه كله باش يرجع لان شاء الله المنفع لليكيب سينيور متاعنا اللي بالمناسبة نشجعوهم وورانا شرفونا وورانا فرحانين ياسر باللي قاعد يصير الفوق وان شاء الله الولاد متاعنا ذوما صغارين ينزجوا على نفس الملوان شاء الله مقابلة كانت في تجاه واحد لبناء اسليم الجربي واللي فرضوا سيطرتهم منذ بداية المقابلة عبر تنويع اللعب في الاروقة واحكام السيطرة على منطقة وسط الميدان والاعتماد على سرعة اللاعب حبيب لزيز اللي كان نجم المقابلة دون منزع بتسجيله للهاتريك في حين تمكن كرمان عزمي غومة صابر دريدي وحسام دكدوغ من تسجيل ثلاثة اهداف وتمكن فريق الملعب القيبسي من تذليل الفارق في زوز مناسبة بشتوف المقابلة بانتصار ثمينه بنتيجة كبيرة ستة اثنين اتأكد انه قطار صنف الاواسط ماشي في السكة صحيحة نحكيه على الكاديبي اللي حتى هما نسجوا على منويل الجونيور وتمكنوا من الخروج بثلاثة نقاط ثمينه في درب الوصول للمرحلة البلايوف انتصار المرة هذي جاء على حساب قواف القفصة ومنذ صفرة الحكم لاح اسرار كبير من زملاء هارون بن عامر اللي اخذي الاسباقية بتسجيله الهدف الاول اتمكن بعدها بليل اوي من مضاعف تنتيجة زوز اهداف للابيض والاسود ما كانوش كافين مع توصيات المدرى برامي بوعزيز الشي اللي خلاهم يتقدموا اكثر الهجوم ويتمكنوا متهديف في زوز مرات متليين عن طريق كل من خليل الزواغي وفهد الشنوي في المجمل المباراة كانت في اتجاه واحد معنات الفريق بتاعنا سيطر على جل رد هات المباراة يعني يوم الصحة الولادة عديوا ماتش باهي ثم تحاسم في الجروب ومزايت برشا خدمة التضارفين اكسوا على المستوى الفني ولا التكتيكي وان شاء الله بيجيب في السواب قدام ضعف دفاعي واضح من الفريق الضيف اللي رغم انه ما عنده ما يخسر بقىه في الخط الخلفي قابلوا هيجان هجوم كبير من الولاد اللي كملوا شريط الاهداف بهدف خامس عن طريق بيليل بن خضرة بشتوفى المقابلة بخمسة ينظيفة ويبقى المثل الأحلى فالنا عند صغارنا اشتركوا في القناة